انتقدت القنصلية العامة الصينية في سان فرانسيسكو لايتشينتو وهو سياسي من الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان بسبب زيارة العبور عبر الولايات المتحدة وقال المتحدث باسم القنصلية العامة أن لاي يستخدم العبور كذرعة للأنشطة في الولايات المتحدة في سعي للحصول على دعم لما يسمى باستقلال تايوان وتستهدف هذه الخطوة مبدأ الصين واحدة وتقوذ سلام والاستقرار في مضيق تايوان وأضاف المتحدث أن الصين تعارض بشدة أي زيارة يقوم بها الانفصاليون إلى الولايات المتحدة بأي اسم أو تحت أي ذريعة كما تعارض بشدة الاتصال الرسمي بأي شكل من الأشكال بين الحكومة الأمريكية ومنطقة تايوان